السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بالعذر من المشاهدة القادمة في مردة السرية هنا هو السيدة إيمان دعيز يتعلمني بأريضي أن أتخبرك بمسوارة السعيدة أهلا بالعذر أهلا بالعذر وسطلبة الصف الأول الثانوي وعلى وعدنا سنعرف مع بعض سر التفوق حسنا لن أرى إلى أوليفر توسط سأأخذ فصل من البلوية ونرجع بصر أهلا بالعذر سر التفوق أهلا بكم بعد الفاصل. اليوم إن شاء الله نحن نعود إلى أوليور تويست. ونحن نرى ما حدثه في المنزل براونلو. كما قلنا قلنا قبل أنه فائنت في الطريق. ومنزل براونلو معه إلى المنزل. ونحن نعود أوليور في مباشرة ومفتحة. بيد. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث في مباشرة 3. ونحن نتحدث في بعض النقاط. وبعد ذلك سوف نتحدث في كل مباشرة. كما نتحدث في مباشرة. الأول نأخذ المباشرة في بعض النقاط الأساسية في المباشرة. وبعد كده إن شاء الله ننقش كل الشابتر من خلال أسئلة. وطبع الأسئلة اللي هي بتجنب في الـ Question Paper. اللي هي WH Question. وطبع فيها Critical Thinking. وكمان هنأخذ Quotation Questions. ونشوف different situations till the end of chapter 3. لنبدأ معاً. نشوف كده مع بعض. طبعاً. أوليور تويست. رأيت بشارلز ديكين. في أوليور 2. أوليور 3. كما ترى في المباشرة هنا. طبعاً إحنا بنقول إنه في فيديوز كتير جداً على يوتيوب. ونقدر نشوفها. وياريت حتى نشوف الفيديوز اللي هي مش مترجمة in Arabic. نشوف الفيديوز اللي بيبقى عليها سابتايتل. يعني إيه سابتايتل؟ يعني الكلام اللي بينطقوه بيظهر لنا إن إنجلش برضو. فيبقى أنت كده you are watching the movie. أنت شايف الموفي وشايف الـ events والإنسدنس اللي فيها. وفي نفس الوقت أنت بتسمع language. إنجلش وده المطلوب. لأن إحنا قلنا الإنجلش في الآخر هو language. أوكي. فإحنا أخذنا كده شخصيات أو بناخد كده pictures من الموفيز الموجودة قلنا على المفتفل بث language. وهنشوف لإل ballotارة هذه المشاهدة. كما فرمي من أرافات بس B negativeاناتاج، يوجد لديه يتboardsر للحفظ إلى أن نفسه hasn compounds called. فقالول ما حصل فيه شفgetر 3 إلعاه بيجرز الشرحije. أنا بنتمتحدود لمدة مقالة إيال. أغنأ اصبح compulsوال medicine club. أمر حابال بدعا temas. كما ترى هناك نانسي وبيل سايكس سايكس ونانسي يأخذ أوليور إلى فاين زي ما احنا شايفين كده في عندي picture of a newspaper جريدة اللي حصل فيها مستر براون لو بوتس an advertisement in the paper asking for information about Oliver Twist لأنه هي lost him ومش عارف راح فين يعني أقصر طريقة ان هو يعمل advertisement إعلان in the newspaper to get any information from people about Oliver Twist the lost boy the lost boy الحاجة دي تلنا و بتتعمل lost boy I wanted الحاجة دي in the newspaper do you remember Mr. Brown Mr. Bumble فكرين Mr. Bumble from the workhouse مين اللي أرى ال newspaper Mr. Bumble and he went to Mr. Brownlow but unfortunately he told Mr. Brownlow about Oliver Okay هنشوف قال له ايه بالضبط about Oliver number six Fagan meets Mr. Sykes to make plans for Oliver للأسف هنلاقي تاني فيه plans من الجانج for Oliver هنشوف مع بعض ايه هي plans دي number seven زي ما احنا شايفين نانسي نانسي promised to help Oliver she takes Oliver to Bill Sykes طبعا هي في الـ events هنشوف ازاي هي حولت to help Oliver لكن طبعا she had to take him اضطرت ان هي تاخده to Mr. Bill Sykes house نشوف برضو عشان plans number seven زي ما احنا شايفين هنا Mr. Bill Sykes وعندنا new character they are grabbing زي ما احنا شايفين كده بيشده او بيقره Oliver at night في عندي كاركتر جديد اللي هو toby crockett toby crockett toby crockett Oliver goes in a mission في مهمة جديدة with Sykes and toby crockett نشوف بقا مع بعض questions دي كانت المين events نشوف اول question عندنا ده quotation اول quotation خالص قبلنا في الـ story we talk it في chapter 3 طبعا we talk it down because it seemed to worry you يعني احنا نزلناها لانه احنا شايفين ان هي عملالك ايه were you عملالك ازعيب طيب who said this to whom طبعا زي ما احنا عارفين اهم سؤال على الـ quotation طبعا نبقى عارف مين الـ speaker ومين الـ addressee اللي هو المخاطب هنا طبعا اللي قالت كده زي ما احنا شايفين in the picture the kind mrs. Bedwin yes mrs. Bedwin to طبعا مين to Oliver طيب what does it refer to لان احنا شوفنا في الـ quotation قالت we talk it down we talk it down it refers to a yes exactly لو فاكرين الـ picture دي او الـ painting الرسمة دي yes the painting of a pretty woman the painting of a pretty woman okay اللي هي الـ painting اللي كانت موجودة in front of Oliver وكان بيشوفها when he open his eyes لما بيفتح عيونه بتشوف الـ painting دي وكان متأثر جدا بيها عشان كده mrs. Bedwin thought that it worries him عملاله ازعيب فشلتها طيب did he really did he really did it really worry the listener هل فعلا هي كانت توري the listener اللي هو listener exactly Oliver Twist did it really worry the listener why and why not طبعا Oliver طبعا اكيد ده مش توري الكاركتر لك ازاي ما احتفقنا احنا some pictures بس كده طيب did it really worry him هل فعلا كانت عملاله ازعيب no it didn't worry him no at all خالص ما كانتش عملاله ازعيب طب عرفنا الكلام ده ازاي why because he said that he liked it he liked it لانه وقال لها no خالص it I liked it ده انا حبتها طيب طيب في كمان كوتيشن عندي كوتيشن نمبر 2 do you really think he will come back هل فعلا بتعتقد ان هو هيرجع تاني طب who said this و to whom exactly برضو ده picture of Mr. Gramweg وgramweg احنا زي ما احنا عرفنا ان هو he is Mr. Brownlaw's friend يبقى اللي قالي الكلام ده Mr. Gramweg to his friend اللي هو Mr. Brownlaw طيب who is being talked to who is being talked to مين اللي بيتكلموا عنه اللي هو he will come back ده زي ما احنا شايفين in the picture طبعا the person they are talking about is Oliver Twist yes why did the speaker لي the speaker think the person wouldn't come back لي Mr. Grimweg as the speaker of the quotation ما كانش بيعتقد خالص انه Oliver هيرجعتين يترى لي because ممكن اجابة مختصرة واقول because he thought Oliver is a bad boy and a thief لانه هو بيتوقع انه Oliver ده هو bad boy وثيف كمان طيب ممكن اشرح بالتفصيل yes ممكن اقول he thought Oliver would go to his friends لانه اكيد هيرجع لهز فرنس احنا قلنا في البداية انه Oliver told everything in his life to Mr. Brownlow وMr. Brownlow برضه told his friend Mr. Grimweg فMr. Grimweg لما عرف انه هو كان في وسط جانج وكان فيه his friend's thieves فتوقع انه ممكن يكون بس pretend to be innocent بيتظاهر انه هو بريء و he would go to his friends اللي هما هيرجع تاني لاصحاب اللي هما اللصوص طب ليه هيرجع ليه للصوص as he as هنا بمعنى because طبعا as he has new clothes لانه عنده new clothes ملابس جديدة some box وكمان معاه some box والبوكس ايامها كانت بتباع برضو وياخده منها money valuable يعني and five pounds معاه ثلاث حاجات يخلوه go back to his friends اللي هما thieves وما يرجعش تاني تاني نقولهم he has new clothes ملابس جديدة some books and five pounds طيب نشوف الكوستن اللي بعته طيب why do you think Mr. Grimweg asked Mr. Brownlow to send Oliver to pay for the books لو احنا قرينا التكست هنعرف انه Mr. Grimweg suggested اقترح انه اللي يروح يدفع pay for the book for the books مين yes طيب ليه هو عايز يروحه وابنفسه يدفع زي ما احنا شايفين كده في السين to test the boy's honesty to test the boy's honesty عشان يختبر ايه his honesty الامانة بتاعته هل هو honest why come back with the money اللي هو change الباقي and the books ولا he will run away بس هنشوف دلوقتي ايه اللي حاصل طيب why do you think Oliver begged Mr. Brownlow to let him pay for the books لها نلاحظ بارته في التكست قال لنا انه هو بيقول انه Oliver بيقول Mr. Brownlow yes do let me pay for it do let me ودا begging طبعا او تأكيد يعني بيترجاه انه هو to pay for the books طب ليه ليه Oliver كان عايز يروح to pay for the books why yes he wanted to help as a reward كرد كده للجميل او كعرفان بجميل Mr. Brownlow عليه he wanted to help Mr. Brownlow why for being kind to him لان Mr. Brownlow can very very kind and helpful for Oliver's so for Oliver طبعا so he wanted to help him as a reward طيب فيه كوتيشن كمان عندنا why are you stopping me why are you stopping me let go of me why are you stopping me let go of me yes who said طبعا اللي كان crying زي ما احنا شايفين كده في البكتشر كان بيقول الكلام دا وهو crying who said yes Oliver or to whom yes to Nancy طبعا where were these sentences said وامتا او فين اتقالت الجملة دي طبعا in the street in the street احنا اتفقنا انه هو he begged to pay for the books on his way to the bookshop في طريق البكشوب في طريق البكشوب he he surprised او he found a young girl او a young woman grabbed him احنا عفين grabbed يعني يسحبو كدا او يقروا grabbed him off his arm من درعو and he began to cry why are you grabbing me why are you stopping me ليه why are you stopping me let go of me فهده كان طبعا in the street on his way to the bookshop question number 3 why did the address stop the speaker ليه الشخص اللي هو اللي تقلو كلام ده كان stop the speaker طبعا طبعا لأنها أريد أن أتعلمه إلى فجن's فجن's gang أو فجن's house لأنها أريد أن أتعلمه إلى فجن's أجل أن أتعلمه إلى فجن's في كم أنهي قوتيا إستران الواقع من المباشر سأتعلمه إلى فجن's mother and father مين كان بيقول كلام دا هو هربان ونا هرقاو تاني لhis mother and father مين كان بيقول كلام دا هو سيد داس طبعاً yes of course Nancy to whom to the people in the street to the people in the street because when Oliver began to cry طبعاً people began to look at them and began to asking بدقوا يسألوا ليه هو بيصرق كدا فطبعاً هي pretended to be to know him or to be his sister for example and said that you bad boy he's run away from his house and I'm taking him back to his mother and father طيب where was the speaker really taking him هل هي فعلاً كانت وغداة to his father and mother of course no really yes she was taking him to an old shop زي ما احنا شايفين كدا in the picture an old shop where he saw Fagan Charlie Bates and Jack Dawkins طبعاً هي خديطه to old shop لكن مش his father and mother ولا حاجة وفي ال old shop دا he saw Fagan he saw Charlie Bates and the artful doger اللي هو Jack Dawkins طيب في برضو عندي كوتيشن تاني look at this at his clothes طبعاً خلي بلنا من clothes مش clothes clothes اللي هي الملابس look at his clothes and books what a gentleman what a gentleman طبعاً دي فيها شوية laughing ترياءة yes who said this and to whom Charlie Bates طبعاً اللي هو one of the gang to the other thieves بدأتوا laugh at him يسخروا منه ويقولوا look at his clothes and books what a gentleman how did the person get this clothes get his clothes ازاي person لابس نو clothes دا جاب الكلوز دي منين yes mr. brown low gave him those clothes ممكن اقول mr. brown low bought them to him bought them to him yes اشترهولو او ادهول what did the speaker mean by saying this طيب لما قال الله باردي look at his clothes and books what a gentleman كان يقصد ايه اللي هو طبعاً Charlie Bates he wanted to make fun of Oliver طبعاً زي ما احنا شايفين كلهم في كده in the picture they are laughing at him where they are making fun of Oliver yes كانوا بيطرياء عالي طيب فيه هنا حد بيقول please take the books and the money to mr. brown low please please take the books and the money to mr. brown low يريد ترقاوا الماني والبوكس to mr. brown low مين who said this to whom of course oliver poor oliver طبعاً to fagan and mr. sykes he started to ask them to return the things of mr. brown low to him اللي هو the money and the books why did he want to give these things back to mr. brown low طب ليه كان عايز يرقاها to mr. brown low yes زي ما احنا شايفين كده he was crying to get them back yes because mr. brown low would think that oliver stole them and he was afraid كان خايف ان mr. brown low يفتكر انه he stole the things and run away انه هو اللي سرق الحاجة وراناوي بيها وهارب بيها what did the gang do with the things that oliver has طبعاً ده نوع تاني من question بعيد خالص عن quotation ده question تاني what did the gang do with the things that oliver has طب الجانج عامل قوي بالحاجات اللي كانت مع oliver زي ما احنا شايفين الميم persons هنا اللي هو ميستر سايكس وميستر او فيغن فيغن سايكس توق ده ماني سايكس اخد هو ده ماني اللي هي الفايب باوند نوت ورق بخمسة جنيه and fagan took the clothes and the books the books and the new clothes وفاغن اسموا كده بينهم ممكن يجيلي سؤال زريف بطريقة تانية لفس السؤال ده نشوف كده على الديتا على كده على السكرين how did fegan and mister sykes share the spoils share the spoils spoils اللي هي الغنائم spoils نشوف كده على الديتا يبقى spoils اللي هي الغنائم او الحاجات اللي طلعوا بيها من الايه من السرقة او من المعركة اللي كانوا فيها دي يعني يبقى spoils اللي هي الغنائم يس how did mr sykes and fegan share the spoils هنشوف مع بعض زي بقولنا قبل كده يس Sykes took the five pounds and fegan took the box and the new clothes and the new clothes طيب في قوتشن تاني we have another quotation don't do that to the boy في هنا some kind person is speaking don't do that to the boy he's already a thief like me خلاص هو بقى a thief like me you've got his money ونت كمان أخذت his money leave him alone خلاص سيبوا بقى اين فحالوا leave him alone or I'll call the police or I'll call the police leave him alone or I'll call the police طيب who said this to whom زي ما احنا شايفين كده in the picture as you can see in the picture here is Nancy is shouting at mr.. yes mr. Sykes يبقى who said this Nancy to mr. Sykes نقولو تاني القوتشن لانه مهم جدا don't do that to the boy he's already a thief like me you've got his money leave him alone or I'll call the police or she is treating him or she is menacing him بتهدده or I'll call the police طيب who was that boy مين البوي اللي كانوا بيتكلموا عنه ده was he really a thief هل هو فعلا كان ريلي thief نشوف اكيد they were talking about oliver twist was he really a thief no he wasn't but question تاني بردو على the same quotation what would the addressed person dying at the boy then dying at the boy yes and then we have a phone call محمد من سوهيك محمد 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 من سوهيك محمد 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 Íم محمد مريك ن би نقول محدث عمي محدث عمي محدث عمي أِ Schmidt آه 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 آي كما قر بس كده اخره في شابتر 1 بس هو كده القوتيشن ايوه طيب اوكي ايوه 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 انشاء الله ونجاوب ايوه ايوه طيب اوكي نكمل بقى مع بعض شابتر 3 طيب طيب احنا منقول ايوه 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 المبارس لما الموجه وليه طبعا الادرس مش حhaus طيب طيب يعني Oliver tried to escape حاول أن هو يهرب Oliver but he started to beat him Mr. Sykes started to beat him and طبعاً of course Nancy felt pity on him and he began to shout at Mr. Sykes and threatening him don't do that to the boy he's been a thief like me you have taken his money خلاص أخدتم فلوسه leave him alone or I will tell the police or I will call the police yes طبعاً he stopped he had to stop hitting him بدأ يخلاص يقفضر لأنه اضطر وخاف من كلام ننسي طبعاً طيب نشوف كلام بعن Mr. Bumble why do you think Mr. Brownlow doesn't want to hear Oliver's name again ليه وصل Mr. Brownlow لنقطة إنه هو he doesn't yes we have a phone call yes yes من معنا صحيح 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 يعتمد النجاح في الحياة على الصبر والعمل الجاد طيب بص معايا كده هنترجمها بسرعة مع بعض عشان نخلص طبعا نحنا عندنا ان انجلش احنا ما نقدرش نبدأ بفعل كأنا عربك فنا هبدا بنناول هنا بتاعي ايه بتاع الجملة او السبجكت النجاح وماذا نجاح ان انجلش سكسس يس يعتمد على سكسسل لايف طبعا سكسسل نجاح نجاح what's the meaning of يعتمد depend depend on او depends طبعا لاني success مفرد فتبقى depends on شايفها على الديتا معينا لا انا شايف دقيق واحد اشوف على الديتا معينا يبقى انه success in life depends on الصبر اللي هو patience عارف patient patient مريض do you know patient on the top yes patience okay yes patience okay and hard work excellent yes and the hard working and the hard working طبعا طبعا بعدين محلطة كاملت محلطة من حلطة ثاني yes okay i saw him i'm all ears you're welcome you're welcome اهلا بيك thank you goodbye let's go back to oliver twist هنا احنا احنا قلنا وصل mister brown low لبوينت ان هو بيقول i don't want to hear his name again خلاص مش عايز اسمع اسم oliver twist دي تاني يا ترى ايه اللي وصله للبوينت دي yes sure she mister brown low دور على mister brown low في حياة oliver twist لقيه هو على طول affects badly طبعا بيأثر عليها سيء جدا ليه بقى وصل للنقطة دي because mister bumble told him about the bad and difficult boy he knew طبعا قاله انه he knew oliver twist وانه he was a very bad and difficult boy وطبعا mister grimwig هلا mister grimwig مع mister bumble للأسف مع experience انه oliver twist خرج هو شايفين انه هو he went to the shop and didn't return or didn't come back بالفلوس وبالنيو بوكسي با هو اكيد كل كلامهم صح فوصل mister brown low لنقطة انه هو he didn't want to hear his name again اوكي طيب فيه هنا عندي quotation why don't you join our gang why don't you join our gang ليه ما تنضمش للجانج بتاعتنا للعصابة بتاعتنا take things and you will be rich خد الحاجات من الناس وانت هتبقى rich if you don't take people's watches لو انت ماخدتش people's watches someone else will طبعا ده منطق للجانج للحرمية طبعا للعصاب who said this زي ما احنا شايفين in the picture who said this to whom طبعا this was jack dawkins طبعا to oliver twist yes why did the speakers say that ليه با قال المنطق الجميل بتاعهم we have a phone call do we have a phone call yes yes okay okay why did the speakers say this ليه قال الكلام ده jack dawkins or the artful doger to convince oliver عشان هو كان بيحاول to convince oliver يقنع oliver to join them and to be a thief بيقنعه طبعا ان هو يبقى member of their gang عضو من العصابة بتاعتهم و to be a thief و يبقى thief زيهم yes let's did oliver agree with him how do you know did oliver agree with him هل oliver وافق على الكلام ده و how do you know طبعا no oliver didn't agree with him how did you know or how do you know he said he would he would prefer to go back to mr. brown lost طبعا أكد له ان هو لا he prefer or he would rather go back to بفضل ان هو to go to back mr. brown low's house طبعا he didn't agree to be طبعا a member of the gang عضو العصابة or to be a thief طيب فيه question هنا بردو ضريف و ممكن شوية كون الكلمات في كلمة جديدة what humiliating what humiliating thing did artful doger ask oliver to do humiliating يعني offensive الشيء the offensive المهين اللي طلب منه artful doger طلب من oliver اللي هو يعمله زي ما احنا شايفين كده in the picture as you can see Oliver is catching or is cleaning his yes jack dawkins asked oliver to clean his boots طلب منه to clean his boots طيب فيه بس هنا ثانية عند cleaning his boots وهو لو قلنا في السؤال كده في عندي on the data على على الديتا أوكي أوكي يس did oliver على الديتا هنا يس did oliver like cleaning artful the artful doger's boots بوت هل هو كان يعني غاوي أو يعني الموضوع ده مش فرق معين هو تو clean oliver's boots artful doger's boots مع oliver طبعا no he didn't he didn't like it طبعا طيب two fegans ما نقعوه تاني two fegans house أوكي فطبعا هو يعني at least على الأقل هو لما يقعد معهم حتى لو cleaning the boots يعني لا أناس to talk to لا أناس to talk to back to the screen نرجعتين screen and then a question what was fegans planning with Sykes for oliver أوكي اللي كان بيخططه fegans with Sykes to oliver yes to use oliver in breaking into a house in the countryside يعني نحنا بنقول إنه هو he refused to take people's watches رفض إنه هو يشتغل إنه هو بياخد people's watches الساعدت من الناس بتاعتهم يسرى الساعد لا that they were planning to get oliver do what is more than taking people's watches كانوا بيخططوه إنه هو هاي قوم بعمل more than taking people's watches أكتر من اللي رفضوا اللي هو يسرى ال watch بتاعت الناس العمل ده يسكن breaking into a house breaking into a house ونا عندي break into أخذناها في prep stage خذنا break into أو break in اللي هو يسطو على منزل يسطو على منزل أو طبعا يدخلوا بطريقة illegal غير شرعي أوكي يبقى to use oliver in breaking into a house in the countryside في الريف زي ما إحنا شايفين كده in the picture right where did mr. Sykes take oliver when they set off into a cold cloudy morning خذوا فين mr. Sykes لما بدأوا الرحلة في cold cloudy morning وهو did he meet there وقبل مين هناك he took him to an old house in the country خذوا طبعا في منزل قديم in the country في طبعا نحن تفقنون in the country اللي هي الريف on the countryside طبعا they met هناك who did they meet أو he meet they met to be crackit to be crackit ودي one of the thieves in Fagan's gang واحد من الثيب في Fagan's gang طبعا في الاصابة بتاعتيك طيب did oliver agree to help the gang in breaking into the country house هل هو أغري طبعا no but he was forced he was forced لكنه أكبر yes mr. Sykes pointed to his gun لأنه mr. Sykes menacing him هددو أو threatened him هددو by pointing to his gun زي ما احنا شايفين كده in the picture بالإشارة إلى his gun طبعا أنه he will meet trouble طبعا يبقى he was forced طيب why didn't he run away يجلي سؤال كده why didn't he run away ليه مهربش منهم of course because he wasn't strong enough لأنه كان لسه still a boy still little boy weak كمان كان ضعيف وبي صغير فطبعا he wasn't strong enough to run away from these two strong gentlemen طبعا صعب جدا أنه هو ترن ويهرب منه طيب who is toby crackit مين هو toby crackit ده زي ما قلنا طبعا دي picture لي وكل اللي تقلنا عليه he was a tall man طيب prove that prove يعني يس زي illustrate بالضبط ممكن يجي لي كده نشوف على ال data please ممكن يجي يقول لي prove هي نفسها illustrate illustrate prove أو illustrate بمعنى give evidence give evidence إن انا دي ايه دليل يعني ايه دليل يعني ايه دليل اللي ها ديه من الستوري بقول situation بقول event حصل فدا انا بعمل prove ببرهن أو illustrate بوضح اجابتي yes يعني زي ما نقول كده in Arabic برهن اودي سبب يعني prove that Oliver that Nancy برهن انه Nancy wasn't totally evil يعني ايه دليل عندك انه Nancy wasn't totally evil ما كانتش برضو مليانة بالشر قوي زي like the rest of the gang يعني كان فيها a kind point أو a kind side كان فيها كده جانب خير أو جانب طيب ممكن اقول باختصار خالص إن she felt sorry and pity on Oliver لأن هي حصت بالsorry بالأسى والبيتي الرحمة on Oliver كمان ممكن اقول she asked Mr. Sykes to stop beating to stop beating him to stop beating him أو hitting him طلبت كمان منه إن هو يوقف ضرب yes she told Oliver كمان moreover أكتر من كده she told Oliver that she tried to help هي طبعا قالت لOliver إن هي حاولت تساعده and she promised to help him again وكمان وعدته إن هي هتساعده تاني يبقى كذا سبب أهو وليزم أحفظهم كلهم مش حفظ لكن انت أكيد عارف كلها فبتبقى كلها في دماغك إحنا زي ما قلنا ليه لإن أنا لو حفظت بس جملة واحدة كده بس for the exam ممكن تروح مني ويبقى كده خلاص الكوستن ده مزت لكن أنا هرتب كده الأحداث في دماغي هقول إن شي فلت sorry and pity for Oliver or on Oliver she asked Mr. Sykes to stop beating him yes وshe told Oliver that she tried to help him and promise to help him again وكمان وعدت إن هي هتساعده تاني طيب question تاني why did Mr. Sykes and Tobey Crackett want Oliver to help them ليه اختاروا Oliver بالزات to help them نشوف كده مع بعض as Oliver was small enough can Oliver was small enough to go through the small window to break into the country house لإن إحنا عرفنا من التكست أو من الشابتر لما قريناه إنه هما هيدخلوا البيت من small house من small house sorry من small window من شباك صغير وطبعا دي Oliver هو اللي كان small enough كان حجمه صغير to get into or to break into the window عشان يدخل من الwindو عشان يدخل من الwindو زي ما احنا شايفين كده مش عارفة الصورة عندك clear ولا إيه زي ما احنا شايفين كده in the picture هو small window خالص طبعا ما ينفعش الادلت اللي هما الناس اللي هما strong like to be crack it crack it ومستر سيكس طبعا يدخلوا منه طيب شو دات شو زي illustrate بالظبط زي prove أوكي يعني وضح كده that mr bumble hated oliver from the bottom of his heart وضح ازاي انت حسيت أو من موقف ايه انو mr bumble hated oliver كان بيكره oliver from the bottom of his heart زي ما نقول كده من اعمق قلبه من سماسيم قلبه ياسه يتدهم نشوف كده مع بعض الموقف اللي في chapter 3 he went to mr brown low and told him that oliver was a bad and difficult boy راح لمستر براون لو لما شاف الادورتسمنت الاعلان في الجريدة عن oliver twist وقال له انه oliver was a bad boy and a difficult boy ياس was the rubbery الربري بق اللي هما اللي كانوا بيخططول هدي was it successful هل نجحت موضوع الربري ده نجح طبعا why و why not هنشوف مع بعض زي ما احنا شايفين كده in the picture he no it wasn't successful خالص الربري why because oliver was shut because oliver was shut احنا عندنا shoot لو خدنا بلنا كده on the data انا عندي shoot الرب shoot اوكي ده verb بمعنى يطلق النار shoot اوكي عندي shot الباست بتاعه shot والتالت برده shot اوكي يبقى shoot shot shot because oliver was shot يعني انضرب بالرصص طبعا 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 سؤال كده جنرال about fagan do you think fagan is a good or bad person give a reason هل انت تعتقد انو fagan ده good person or bad person ولازم تدي ريزن سبب ممكن يقول لك give a reason ممكن يقول لك why or why not لي لأ طيب نشوف كده ما باد طبعا from the picture or from the events طبعا he is a very 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 bad person اكيد very bad person سنة 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 عملاقة. لحل مشكلة البطالة. لحل مشكلة. يس البطالة. وتحسين الاقتصاد. وتحسين الاقتصاد. اوكي. ها? خلاص كده? خلاص. نترجم مع بعض ثانيه. نحاولتي هنبدأ باين? الحكومة. يس اكزاكلي. this is the subject. يس ما نقدرش نبدأ with the verb. yes. the government. the government. yes. the government. the government. yes. تنشئ. sets. sets. yes bravo عليك. ممكن اقول sets. ممكن اقول builds. ممكن اقول begins. ممكن اقول starts. زي ما قولنا مفيش حاجة هتوقفني خوص. تنشئ يعني تبدأ فيها. يبقا starts begins to sets? yes. sets. مشروعات عملاقة? هاقول اين? gaint the project? huge projects? او enormous. ممكن اقول المس? او hijidge projects? yes. huge projects? to solve? excellent. yes. to solve. طبعا يحل. to solve? لحل. yes? The Problems of Unemployment احنا عارفين Employer اللي هو صاحب العمل و Employee اللي هو الموظف Employment التوظيف أجيب بقى العكس Unemployment اللي هو البطالة Yes And improve Yes and to improve Yes يحسن Improve The economy The economy Economy Yes And to improve the economy Excellent Thank you very much Thank you very much Thank you very much All you tell me is End Yes What's your question I I I With F With F Do you mean F Do you mean F قاعدة F S مش S بتجي مع الشي والF لو سنة أصدق Yes أصدق Present Sample Yes Present Sample بص انا هقولك كده بصورة Present Sample احنا بنقول المدارة البسيط اوكي ماقول مثلا He Plays مثلا Tennis اوكي Every week او everyday He plays tennis احنا بنقول انه هي وشي وات او اي singular اي singular مفرد بياخد اس في الايه في الفعل حد يقول لي طب ما هي اي طب ما هي اي اهي بقول اي مثلا play نفس الجملة لو قلت اي هقول اي play tennis طب ما هي اي اي ام اس ما هي singular ما هي مفرد ياس بس اي ليها special treatment معاملة خاصة اي مبتخدش اس في الفعل بقول في المدارة البسيط بقول اي play tennis اي go to work اي got school اي مثلا buy new clothes new clothes اوكي خلاص يبقى اي رغم انه هي singular مفرد لكن ما بتاخدش اس في الفعل في المدارة البسيط thank you very much for your question نشوف كده ما بعد do you think وبعدين على فكرة مطلقبطوش نفسكو بحفظ القاعدة انا مش شرط اكون حفظ القاعدة انا لو جيت بس كده فكرت مثلا خدت سطنبا كده عندي وانا بختار اشوف كده انا بقول I go طيب انا عمري قلت I goes of course لا عمري يبقى حتى لو انا مش عارف القاعدة يبقى هقول I والفعل بدون s مش شرط بقى يكون go اي فعل تاني I build مثلا I finish اوكي يبقى انا طالما عندي مثلا حاجة انا حافظها من وانا صغير او انا عارفها من الاول as a base ممكن recall it استعدها كده وطبق عليها القاعدة بتاعتي engineer يعني don't try to memorize ان لو انا حافظت القاعدة اكيد هنساها لكن لو انا عملت الانجلش as a language وحليت كتير جمل وقريت كتير انجلش وسمعت كتير انجلش فالحالة دي انا زي ما قلنا قبل كده you will have the sense the language sense هيبقى عندك حس الليه اللغة اوكي ودنك هتعرف الرنج على طول just يعني at once كده مجرد ما تسمع هتعرف اوكي do you have another phone call طعب اوكي طعب اوكي we have a very short time rest بنقول بقى طبعا فاجين is a very bad person طبعا شخص سيء جدا why because he used children لانه كان بيستغلم children to steal things for him كان بيشغل children to steal things for him from people طبعا how did فاجين use the carrot and stick policy with oliver يعني دي شوية critical thinking بس باسلوب اعلى شوية السؤيل اوكي عارفين انتو في العربي كده بنقول the policy of stick and carrot سياسة الجزرة والعصى اللي هي punishment والريورد التواب والعقاب how did فاجين use the carrot and stick policy with oliver ازاي با استخدم فاجين سياسة الكاروت والستيك مع oliver ازاي ما شوفنا هنشوف كده دلوقتي اول حاجة انه he told him how kind he had been to him when he arrived in london بدع يفكروا ان ازاي هي هو كان very kind to him لما وصل لندن وداله بده وداله فود وكلام ده كله كمان في نفس الوقت he also threatened him بدع يهددو that things wouldn't be so good for him if he told the police yes yes طبعا ازاي ما احنا شايفين كده في البكتر انه مثلا بكتر هو he gave him food وبكتر تانية he threatened him طبعا للأسف our time nearly finished وان شاء الله الهومورك بتاعنا هنحل بإذن الله الاكسرسيز في الستوري بتاعتنا في اخر الستوري عن وان شاء الله 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 بإذن الله thank you very much for watching and I hope you happy hours and successful study thank you very much this is Amanda is greeting you goodbye